بورس عيد. لم يعد فقط اسماً لمدينةٍ مصريةٍ اجتهرت بالصمود في وجه جيوش فرنسا وانجلترا واسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر عام الفٍ وتسعمائةٍ وستةٍ وخمسين. بل بات اسماً لفرقاطةٍ شبحيةٍ من طراز جويند بناها المصريون بامال انها ستغير كثيراً من معادلات القوة في البحر. ليس فقط لانها من فئةٍ جديدةٍ قادرةٍ على تنفيذ كل المهام القتالية كالرصد والتتبع والاشتباك مع الاهداف الجوية والسطحية وتحت السطح. اضافةً لمنظومة رصد قتالٍ متكاملةٍ مضادٍ للسفن والطائرات والغواصات. بل لانها انشئت بسواعدٍ مصريةٍ مئةٍ بالمئة في شركة تارسانة الاسكندرية بالتعاون مع شركة نافال جروب الفرنسية. ما يرى فيه المصريون بدايةً لطفرةٍ تكنولوجيةٍ هائلةٍ في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. فما هي اسرار هذه الفرقاطة الشبحية الجديدة وما هي مهامها ضمن سلاح البحر المصري. الشبح المصري بالبحار. لم ينقضي اسبوعان على بداية العام الفين وواحد وعشرين حتى اعلنت مصر تسلم الفرقاطة الشبحية الاولى بورصعيد من طراز جويند لتنضم الى اسطول القوات البحرية المصرية. ورغم تسلم مصر فرقاطاتٍ اخرى قبلاً. الا ان الاهتمام المصري الشعبي والرسمي لم يبدي شبيهاً بفرقاطةٍ سابقة. لينفرد الاعلام المصري بصفحاته ومحطاته ومواقعه للحديث عن الفرقاطة التي تم تدشينها عام الفين وثمانية عشر بالترسانة البحرية بالاسكندرية. وشارك في بنائها الفان ومائة مهندسٍ وعاملٍ مصري. بينما بلغ عدد ساعات العمل في بنائها ستمائةٍ وخمسين الف ساعة. اضافةً الى عمل مائةٍ وعشرة الاف ساعةٍ ضمن منظومة دعم الانتاج. قبل ان ترى الفرقاطة الشبحية بورصعيد النور. لتغدو اهم القطاع البحرية المبنية في شركة ترسانة الاسكندرية. الفرقاطة حامية السويس. على اعتبارها سفينةً حربيةً من فئةٍ جديدة تستطيع الفرقاطة الشبحية بورصعيد الاشتباك مع اهدافٍ جويةٍ وبحريةٍ وتحت سطح البحر في الوقت ذاته. ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية. لامتلاكها منظومة قتالٍ متكاملةٍ مضادٍ للسفن والطائرات والغواصات. دون اخفال القدرات الكبيرة للفرقاطة الشبحية لتنفيذ عمليات الرصد وتتبع ضمن تصميمٍ دأب مسؤولون مصريون على وصفه بالمعقد والمتطور. فيما تشير التصريحات العسكرية الرسمية المصرية الى ان المهم الاولى للفرقاطة الشبحية بورصعيد توفير حرية الملاحة البحرية الامنة ودعم امن قناة السويس بجانب تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسي بما يمكنها من حماية امن وسلامة السواحل والمياه الاقليمية المصرية. فرقاطات بحار الكنانة. بات التوجه المصري لفرض نفوذٍ بحريٍ في محيط البلاد المائي واضحاً مع تسارع تصنيع وعقد صفقات شراء الفرقاطات الشبحية. اذ انه اضافةً للفرقاطة الشبحية بورصعيد امتلكت مصر اول فرقاطةٍ شبحيةٍ بعد ان تم بناؤها في فرنسا واطلقت عليها لقب الفاتح. اما المعز فهو اسم الفرقاطة الشبحية المصرية المشيدة في شركة الترسنة البحرية بالاسكندرية لكن بخبراتٍ فرنسية. بينما تعد الفرقاطة الاقصر بين الاكثر تطوراً من الصفقات مع فرنسا. حيث يبلغ وزنها الفان وستمائة طنٍ بطول اكثر من مائة مترٍ وعرض ستة عشر متر. كما تبلغ سرعتها القصوى سبعةً واربعين كيلو متراً بالساعة بمدى اقصى يبلغ ستة الافٍ وثمانمائةٍ وخمسين كيلو متراً. وتتسلح بمدفعٍ متعدد الاغراض وستة عشر خليةً لاطلاق الصواريخ. اضافةً لمدفعين للتصدي للعائمات المقتربة مع قوادف تربيداتٍ مضادةٍ للغواصات مع امكانية حمل الفرقاطة لمروحياتٍ بحريةٍ لمكافحة الغواصات ولنقل واسناد افراد القوات الخاصة. اضافةً لمروحيةٍ غير مأهولة لعمليات الاستطلاع وتوجيه النيران. وزورقين سريعين لنقل افراد القوات الخاصة البحرية. كما تتميز بتعددية المهام للقتال ضد سفن السطح والدفاع الجوي. اضافةً لانظمة الاستخبار الالكتروني الراداري والاشاري. والقدرات المعززة لمكافحة الغواصات. والتدابير المضادة للالغام البحرية. ومن ايطاليا تسلمت مصر قبل اشهرٍ الفرقاطة الاولى من طراز فريم برجاميني. وحملت اسم الجلالة لتغدو واحدةً من اصل فرقاطتين من طراز فريم تم التعاقد عليهما بين مصر وايطاليا. وتتميز بالقدرة على الابحار لمسافة ستة الاف ميلٍ بحري مع تزويدها بمنظومات تسليحٍ متطورة تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب. وانت ما رأيك بخطى مصر لتكون بين اسياد البحار عبر فرقاطاتها الشبحية.